حقيقة لا يزال حتى الآن مجهول الاسم ولكن هو معلوم الصفة صفته كان قياديا سابقا لتنظيم داعش الرهابي كان موجود في منطقة شمال شرق سوريا من تواجد تنظيم داعش ويبدو أنه استطاع الفرار من هذه المنطقة عندما حررها التحالف الدولي ووقات سوريا الديمقراطي والآن عاد إلى هذه المنطقة ليمارس عمله من جديد وليعيد إحياء التنظيم مجددا لماذا لم تعرف هويته؟ هل يوجد أي أسباب لذلك؟ أعتقد أنها العملية لازلت حتى لأنه أمني والعملية تتصل بعمليات أخرى على ما يبدو وهناك بنك أهداف يجب الحفاظ على سرية معلومات حتى تنتهي العملية بشكل مهائي هذا الأمر الذي يطفي بعض الغموض على الأسماء أو على الشخصية ولكن نتحدث هنا عن جغرافيا المنطقة المنطقة من مدينة الطبقة إلى مدينة الرقة المسافي بحدود الستيامة ومن الرقة باعتجاه أرياف دير الزور هناك أكثر من 250 كيلو متر كل هذه المنطقة خطيرة جدا لأن هناك تواجد لعنصر تنظيم داعش حقيقي في بديد حمص وفي بديد دير الزور الكل يعلم أن هناك تواجد للتنظيم بشكل هرمي وبشكل أكثر تنظيما من تواجده في منطقة شمال شرق سوريا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات